السلام عليكم احترافية بنينة على الاخر سبق لي وقدمت لكم رساة متاع روزاتا لوز زادة كيف كيف متاع مدام راشيدة دكتور خليكم الرابط متاحها في صندوق الوصف ورابط العصائر والبنينة دية كل اللي تشوفوا فيها الكل تلقوا الفيديوهات متاحهم موجودين في صندوق الوصف وصفات احترافية مية في المية تنجموا تبدو تختم بهم مشاريعكم وان شاء الله يا ربي يرزقكم بالخير الناس الكل رساة متاعنا لليوم سهلة جوس تكمل وتواصله معي لنهاية الفيديوه ويلا نمشيونيو اكتشفو المقادير وطريقة التحذير مع بعضهم الرساة متاعنا لليوم مهم جدا 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 انه نختاره مكونات ذات جودة ممتازة لهنا نحكيه على اللوز لهنا اللوز نجموا تختاروا اللوز ابيض كما تنجموا تختاروا اللوز اللي بالقشرة توق المقادير قدامكم كالاتي خمسمية جرام لوز يكون ابيض خمسين جرام لوز مر ذوز لتر من الماء وليتر اخرى من الماء كيلو ستمية جرام متاع سكر كات جرام اسيت سيتريك وزوز مغارف متاع ماء الزهر دهو نحكيه وخاطر فاما دو ميتود لنفس عمل نفس الرساة هدي بنفس المقادير اول حاجة نعملو ناخذو لتر متاع ماء نرحيو فيها هيك الخمسمية جرام لوز معا الخمسين جرام لوز مردو كما ديجا رحيتهم انبود رح تنفرد صحفة كيف ما شفتوهم نحط لتر الماء معا اللوز في وسط الميكسور ونقعد نرحي فيهم بالقديب 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 ونبع تالي نخليهم يرتاحوا على جنب مهمة برشا لتاب هذي بشكل لوز يشرب الماء هذيك ويعطيني رزولتاء احسن وبنها اكثر بتبيعه بعد ما رحيته بالقديب ورتحته دجا هو في القمصان متاع الروبو نزيد نعاود نمشي نصفيه ونعاود نرحي هكذا شيء اللي باقي لي متاع اللوز مرحلة مرحلة هذي مهمة على الاخر هذي المرحلة الاولى تنجمو دوزين متود متاع الخدمة متاع الروزاته هذي وهذي نقطة اختيارية هي انكم تاخذوا اكد دو لتر متاع الماء معاهم كيلو ستميت جرام سكر معاهم كاتجرام اسيت سيتريك ومعاهم الماء الزهر تحطوهم مع فيكاسرول وتحطوهم على النار وتخليهم لين يغلي ونتحصلوا على سيرو السيرو نضيفوه في المرحلة هذي بعد ما ديجا تحصلنا عليك الماء متاع اللوز هذا اللي في الصحفة نزيدوه للماء هذا ومعطينا نرجعوه على النار وإلا نصبوه معناها الخليط هذا نصبوه على النار هذي طريقة الطريقة الثانية اللي هي كالاتي اني اخذت كاسرول على جنب حاتت فيها السكر باش نصب فيها هيك تلاث لتر وماء اللي دجا حللت فيهم الكمية متاع الروزاته متاعي الكل وباش نضربهم بالجده بالجده معناها بالفوية كل شيء ونحطهم على النار مع التحريك المستمر ونخلي الروزاته متاعي لنطيه هذي المرحلة الأولى باش تقولي ما عنديش لوز مر تنجموه تعاوذو بروح لوز المر هذي نقطة زيكي في كيف مهمة برشا تتحصلوا بيه على الروزاته مزيانة على اللخر على اللخر نسبة للروزاته بروفسيونال راهو لازم ماء الزهر في الروزاته خطر يزيد بنا عالمية في الروزاته متاعنا لو كنزيد وزيدة كيف كيف معناها مقدار متاع الزوزولات ليثال هنا راني لحقيقة نحب ماء الزهر في الروزاته فاضفت مقدار متاع 30 ميلي لتر من ماء الزهر في وسط الروزاته وباش نخلط كل شي مع بعضو ونحطو على النار لي نغلي وراكم تتسائلوا اكيد قداش نقعد نخليها على النار يغلي من هالمدة الزمنية متاع الروزاته خلينا نكونوا متفاهمين من اللول راهو انتي والكمية مش كيف اللي يعمل زوزو وثلاثة كيلو لوز يعملهم الروزاته مش كيف اللي يعمل ميتين وخمسين جرام بالنسبة لي ميتين وخمسين جرام نصف ساعة ساعة غير بوع عيني ميزاني لحقيقة حتى ليني المنسوب متاع الماء معناها ينقص ونحي ديمك الرغوة ذيك اللي في الوجه معنا نحسها فهمت ساعة غير بوع ونصف ساعة انتي والكمية كل ما زادت الكمية كل ما طال الوقت بتبيعها النار وتكون متوسطة بالنسبة لي يعني بعد ما غليتها وديما نحي لهك الوجه هذك الفقاني ورد بالكم وضبيكم تنج رغارها خطر راه يتفيض دوك نحيو هك الوجه الفقاني هذك خطر الوجه هذك هو ينقص من عمر الروزاته اني حيوها دجار ريحة ما نحكي لكمش تلمون بنينة والله ناكل فيها بالمغرفة مزلت كيكا ديف يصخونه صدقوني بنينة 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 على الاخر بالحق نودكم ومن شاهيكم جربوها ان شاء الله حتى ب125 جرام لوز وقلولي النتيجة خطر متأكدة بيش تعجبكم على الاخر خاصة ان الروزاته متعلوز مع هك فمش كون يزيدها سيتروناد يعملها باناشي يعني روزاته وسيتروناد ومع هك البريز الكركان حاجة بنينة 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 على الاخر نودكم ولا نشاهيكم نكمل النظف بتبيع هك الوجه من الرغاوي لكل متكونه ومن بعد تالي نصب الروزاته متاعي في القوارير الخاصة بالكونجلسيون كالكو سوا بتحبوا تكنجلوها وإلا تحبوا تشربوها بالوقت دون كاني بالنسبة لي نصبها في معنيها القبصان ومتاحها البلار الكراف البلار ومبعطيني نحطها في الثلاجة نكون نستعملها لجور اللي حاجتي نجبد نزيد نحلها بالماء ولا نزيدها للسيتروناد حاجة بنينة بنينة برشا هذي هي الروزاته متاعنا سهلة على الاخر كيف ما شفتوه بنينة سبق لي وقدمتلكم الروزاته بيستاج عفوا وبنينة بنينة على الاخر بعثولي الروزاته متاعكم بالحق صحة وفرحة لكل ما نجرب ويعتيكم الصحة وربي فرح قلوبكم كما فرحتوني باللي روتورم تاعكم وبالطبيعة حتى انت تنجم زدها كيف كيف تبعتلي الروزورم بتاعك نجم تصور رسيت اللي تطبقها وتهبطها في جروب صنفة ونص باي سويتسوندوس اكويزي ماريوما وإلا تهبطها على انستغرام وتعملي tag at suitesوندوس بالحق نبرتجيها معايا ونبدأ نكون فرحانة 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 على الاخر ان شاء الله يا ربي انتم ما دخلتوا والرسول يباركوا كل ما تجربوا يجيكم مزيان بتبيعة كانكم اول مرة تزوروا قناتي ما تنسوش تعملوا لايك الفيديو سبسكرايبوا الاشتراكوا لسابوني للقناة وتفعلوا الجرس بسوصلكم نوتيفيكاسيون كل ما نهبط فيديو جديد ان شاء الله كلمة اليوم يكون مفهوم تفسيري يكون واضح وبطبيعة كان عندكم اي تسئل ولا استفسار تنجم تخلولي في الكومنتر تحته اي كي تنجوب عليهم وتاوى مبقى لي كمش نقولكم دومتم في رعاية الله وحفظه ونشوفكم ان شاء الله يا ربي في فيديو جديد بسلامة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة